في إطار التحضير لمؤتمر المعارضة الجامع قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن هذه الفكرة تبنت هيئة التشاور في الثالث من فيبريل فارض نظراً للإنسداد الحاصل على المستوى السياسي وهو الأمر حسبه يحتاج إلى المزيد من التفكير والتعمق للخروج بأرضية سياسية تكون مكملة أو إضافية لأرضية مزافران حتى تتبين الرؤى والمصارات لإخراج الجزائر من الإنسداد السياسي مؤتمر المعارضة هذا فكرة وقرار تخذت هيئة المشاورات والمتابعة للمعارضة يوم ثلاثة فيبريل نظراً للوضعية السياسية الموجودة في البلاد والتي تحتاج إلى مزيد من التفكير وإلى مزيد من التعمق وإلى الخروج بأرضية سياسية تكون مكملة أو إضافية لأرضية مزافران حتى تتبين الرؤى وتتوضح المسارات من أجل إخراج الجزائر من الإنسداد السياسي الذي تعيشه وفيما يخص قانون العقوبات الجديد قال دويبي أن جوهر القانون هو أن يكون مجرداً وعام متسائلاً في ذات السياق كيف للسلطة أن تقحم قانون العقوبات في الشأن الأسري من خلال قانون الأسرة نحن عبرنا عن أرائنا وقلنا أن أولاً قانون العقوبات من المفروض يبقى في إطار قانون العقوبات والقانون كما تعلمون له قاعدة ذهبية وهو أن يكون مجرد وعام لماذا يقحم قانون العقوبات في الشأن الأسرة وهذا ما دأبت عليه السلطة كما فعلت سنة 2001 لما غيرت قانون العقوبات وشددت العقوبات على الإمام وعلى الصحفي وعلى الشاب الذي يحرق ضمن قوارب الموت في البحار كما تطرق دويبي إلى مشكل المال الفاسد الذي قال أنه يحاول من خلاله خوصصة البلاد معتبناً أن المال الذي يأتي بطرق المشبوهة ومن غير استحقاق ترفضه كل الأطياف اشتركوا في القناة